مرحبا بكم في قناة تاريخ بلاد أشور الحضارة البشرية المشتركة هي بحر كبير ساهمت حضارات كثيرة في رفضها بإنجازات واختراعات وسهامات عدة مثل اختراعات العجلة والكتابة في بلاد الرافدين والبارود والورق في الصين والاسمنت عند الرومان والنقود عند اليونانيين لكن من أغرب المساهمات التي يمكن أن نذكرها هي اللغة الآرامية عند الآراميين فاللغة الآرامية كانت لغة رسمية عند إمبراطوريات لم تكن آرامية الثقافة والهوية كعادة كل اللغات الرسمية الأخرى كما أنها استخدمت كلغة مراسلات وتدوين عند شعوب لم تكن آرامية ولم تكن تتحدثها كلغة أم واستخدمت كلغة دينية مقدسة عند أقوام لم تعتبر نفسها آرامية لمعرفة سر هذه اللغة علينا أولا معرفة تاريخ الآراميين وبداية ظهورهم ودورهم في أشر فالعموريين كانوا سكان سوريا القديمة الذين أسسوا دويلات عديدة مثل قطنة ويمحاض وإبلة وماري واستقرت على الساحل السوري أيضا وأسست ممالك مدن عدة مثل أوغاريت وجبيل وسور وعكو وسمى الأكاديين سوريا القديمة بلاد عمورو والبحر المتوسط عرف باسم بحر عمورو كما استقرت قبائل عمورية في مصر التي أسست السلالة الخامس عشر والذين عرفوا في مصر باسم الهيكسوس واستقرت بعض قبائل العموريين في بلاد الرافدين وأسسوا مملكة بابل الأولى وسلالة الشمشي أدد الأول في أشور ومملكة لارسا لكن شهد النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد انهيار الممالك العمورية واحدة تلو الأخرى على يد ممالك أخرى معادية لهم مثل مملكة الكاشيين في بابل ومملكة أشور الوسطى ومملكة ميتاني الحورية على حوض مهر الفرات الأوسط والمملكة الحفية في الأنضول وشماد سوريا والمملكة المصرية الحديثة التي سيطرت على جنوب سوريا أدى انهيار الممالك العمورية ودفعهم إلى البادية إلى ظهور أقوام قبلية تعود أصولها إلى هؤلاء العموريين المهزومين وهم الأراميين والعبرانيين والكلديين والأنباط والعرب الذين استغلوا انهيار العصر البرونزي مع غزوات شعوب البحر في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد وتوغلوا مجددا في المناطق التي كانت تنتشر فيها الممالك العمورية في سوريا وحوض الفرات وجنوب بلاد الرافدين أسس الأراميين ممالك مدن عديدة في سوريا في بدايات الألف الأول قبل الميلاد مثل مملكة أرام دمشق وسمقال وحماء والديني على نهر الفرات التي عرفت باسم أرام النهرين لأنها كانت تقع بين النهري الفرات والخابور أو البليخ التي ستظهر فيها لاحقا مملكة الرهى الشهيرة التي سماها اليونانيين أدسة استطاع ملوك الامبراطورية الآشورية الحديثة إسقاط جميع الممالك الآرامية في سوريا لضمان سلامة طرق التجارة القديمة مع الأندول والساحل الفينيقي لكن تفاجأ الآشوريين بوجود اختراع تستخدمه الممالك الآرامية الصغيرة التي لم تكن تعرف حجم أهميته والذي سيغير مجرى التاريخ إلى الأبد وهو الأحرف الأبجدية الفينيقية الـ 22 التي استخدمت لتدوين اللغة الآرامية فالنظام الكتابي القديم في بلاد الرافدين كان يعتمد على الكتابات المصمارية المقطعية التي كان عددها بالآلاف والتي استخدمت لتدوين اللغات السومرية والأكادية كما استخدمتها الأقوام العالمية والفارسية والأرمانية والحثية والحورية أيضا لتدوين لغاتها وكانت مملكة أوغاريت الفينيقية تستخدم الكتابات المصمارية أيضا لتدوين لغتها في القرن الثالث عشر قبل الميلاد قبل أن يتم اختراع الأبجدية الفينيقية لاحقا في هذه المدينة واستخدم المصريين نظام كتابي آخر وهو الكتابات الهيروغليفية الصورية التي لم تكن أقل سهولة من الكتابات المصمارية المقطعية لكن بالنسبة للكتابات الأبجدية الفينيقية التي استخدمها الآراميين فكان تعلمها واستخدامها شديدة سهولة فكل ما تتطلبه هو حفظ 22 حرفا مع تعلم نظام قواعدي محدد لا يستغرق تعلمها سوى بضعة أسابيع وبواسطتها يمكن كتابة أي نص مهما كان طبيعته وموضوعه على عكس الكتابات المقطعية المصمارية التي هي بحاجة إلى سنين لتعلمها وتعلم أعرابها وقواعدها لهذا انحصرت اللغة الأكدية في بلاد الرافدين بين متحدثيها فقط على الرغم من أنها كانت لغة علم وأدب وحضارة وقانون وهي أولى اللغات السامية المدونة واستخدم الآشوريين اللغة الأرامية في الأول في المراسلات مع المقاطعات خارج بلاد الرافدين التي لا تتحدث الأكدية ثم أصبحت لغة رسمية تستخدم في أشؤون الاقتصادية والتجارية إلى جانب الأكدية واستخدمها الفرس الأخمينيين أيضا كلغة رسمية واكتشفت نقوش وكتابات أرامية في الهند وأفغانستان وإيران وأرمينيا والأناتول ومصر وتعرف هذه اللغة بالأرامية الأمبراطورية التي استخدمها اليهود أيضا في تدوين بعض أسفارهم مثل صفر دانيال وصفر عزرة ووصلت هذه الكتابات الأبجدية إلى أوروبا أيضا عن طريقة تجار الفينيقيين التي تطورت عنها الأبجديات اليونانية واللاتينية والسيرينية بالنسبة للفرضيات التي تقول أن الآشوريين استخدموا اللغة الآرامية لأن عداد الآراميين كانت كبيرة أو لأن الآرامية كانت لغة تكتب على الجلود أما الأكدية كانت تكتب على ألواح الطين حصرا فهي فرضيات خاطئة فلا يوجد ما يمنع من استخدام اللغة الأكدية على الجلود والألواح الخشبية وكل ما توفر حينها للكتابة كما تصور بعض النقوش الجدارية الآشورية وبسبب عوامل الزمن لم يصلنا إلا النقوش الحجرية والألواح الطينية كما أنه توجد نقوش حجرية آرامية عديدة اكتشفت في سوريا أي أن كتابتها لم تكن مقتصرة على الجلود فالسبب الذي جعل الآشوريين يستخدمون اللغة الآرامية بكتاباتها الأبجدية في الدولة بكل بساطة هو بسبب سهولة تعلمها واستخدامها كما أنها لغة شبيهة للغاية باللغة الأكدية كونها لغة سامية هي الأخرى تتشارك فيما بينها عدد كبير من الكلمات والنظم القواعدية يبدو أن الآشوريين حاولوا استخدام الأبجدية لتدوين لغتهم الأكدية عوضا عن الكتابات المسمارية في أواخر عمر الامبراطورية الآشورية بخط جديد وضع في آشور عرف بالخط المربع فالعبرانيين الذين تم سبيهم إلى بلاد الرافدين اعتمدوا هذا الخط في تدوين لغتهم عوضا عن الخط العبري القديم وسموه الكتاب أو الخط الآشوري والذي ما زال اليهود يستخدمونه حتى اليوم وهو الخط الرسمي لتدوين اللغة العبرية في دولة إسرائيل واكتشفت نقوش حجرية في مدينة آشور تعود إلى الفترة البارثية دونت بهذا الخط لكن يبدو أنه زال استخدام هذا الخط مع دمار مملكة مدينة آشور على يد الملك الساساني شابور الأول إلى جانب مدينة الحضر عام 240 ميلادية وتم استبداله بالخط الراهاوي السترانجيلي الذي أصبح الخط الذي استخدمته كنيسة الشرق في تدوين اللغة السريانية الآرامية ويذكر المطران أقليموس يوسف داود الموصل أن الخط السترانجيلي الراهاوي تطور عن الخط الآشوري المربع دخلت اللغة الآرامية في فترة مظلمة بعد سقوط الامبراطورية الأخمينية على يد الإسكندر ودخول اللغة اليونانية إلى الشرق التي أصبحت اللغة الرسمية في سوريا ومصر والأندول وأصبحت الآرامية في سوريا لغة محكية وغير مكتوبة لقرون مع انقراض اللغة الآرامية الامبراطورية إلى ان ضعفت سلطة السلوقيين في سوريا وظهور ممالك مستقلة على أطراف سوريا مثل تدمر والحضر والرهاو والأنباط التي استخدمت كل منها خطوط آرامية خاصة بها تطورت جميعها عن الآرامية الامبراطورية وظهرت مملكة آرامية أخرى في جنوب بلاد الرافدين وهي مملكة ميشان التي كانت تسمى أيضا بالسريانية بيت آراماي وكانت لغتها هي المندائية التي كانت تدوم بكتابات آرامية خاصة بها وما زالت اللغة المندائية محكية وتستخدم للصلاة عند الصابع المندائيين في جنوب العراق وإيران بالنسبة لمملكة حدياب الآشورية فكانت لغتها هي السوري اللغة التي ما زال الآشوريين يتحدثونها حتى اليوم التي تعود أصولها إلى اللغة الأكادية لكن كانت هذه اللغة محكية وغير مكتوبة لهذا لم يصلنا أي مصادر مباشرة منها ولم يتم تدوين السوري إلا في نهايات القرن السادس عشر باستخدام الأبجدية السريانية الشرقية ومن الجدير بالذكر أن الخط المبطي الآرامي استخدم لكتابة صحف القرآن في القرن السابع والذي تطور عنه الخط الكوفي العربي لكن لا يمكننا اعتبار اللغة العربية فرع من فروع اللغة الآرامية فاللغات العربية والآرامية تفرعتا عن اللغة العمورية القديمة لكن لا يوجد شك أن اللغة الآرامية هي أكثر لغة أثرت في اللغة العربية برزت أهمية اللغة الآرامية مع ظهور المسيحية فبسبب كون اللغة اليونانية لغة رسمية في سوريا كتبت الأناجيل وأعمال الرسل وأسفار العهد القديم باللغة اليونانية لكن ظهرت الحاجة إلى ترجمة الكتاب المقدس إلى الآرامية لغة سكان رياف سوريا وبسبب كون كنيسة مملكة الرهى التي أسسها الرسول مار أداي في القرن الأول الميلادي أقدم وأهم الكنائس المسيحية في بلاد الرافدين تم اعتماد لغتها الآرامية وأبجديتها الأسترانجيلية في التدوين التي أصبح تسمى باللغة السورية أو السريانية فقد تم ترجمة كتاب الضياطسرون الذي ألفه طيطانوس الآشوري المنحدر من حدياب في نهاية القرن الثاني الميلادي إلى السريانية والذي يجمع على ناجيل الأربعة وفي منتصف القرن الخامس اكتملت ترجمة البشيطة للكتاب المقدس بالكامل من اليونانية إلى السريانية كما أن القديس مار أفرام السرياني الذي عاش في القرن الرابع الميلادي ألف عددا ضخما من الشروحات والخطابات والأشعار باللغة السريانية وهكذا أصبحت لغة مملكة الرهى السورية الآرامية اللغة التقصية والأدبية لكنيسة المشرق التي نشرتها على امتداد آسيا إلى أقصى حدود الصين والهند واندونوسيا وانقسمت اللغة الآرامية السريانية إلى لهجتين استخدمت خطين متفرعين من الخط الاسترانجيلي مع انقسام كنيسة المشرق في القرن الخامس الميلادي إلى كنيسة شرقية تؤمن بمذهب الطبيعتين للمسيح التي استخدمت اللهجة السريانية الشرقية والخط الشرقي المدن خايا وكنيسة غربية تؤمن بمذهب الطبيعة الواحدة للمسيح التي استخدمت اللهجة السريانية الغربية والخط الغربي الصورتو وكانت طرفان يقللان من شأن لهجة الآخة فيذكر المطران يعقوب أوغين منا أن السريانية الشرقية هي اللغة الأصلية والصحيحة والفصيحة أما اللهجة الغربية ظهرت نتيجة فساد اللغة الآرامية الفصيحة على يد علماء العاقبة لخلق حاجز لغوي مع أتباع الكنيسة الشرقية عندما قلبوا لفظ حركة الزقاف من الفتحة إلى الضمة ويستدل على ذلك أسماء الأشخاص الرهويين قبل الانشقاق مثل أفرام، رابولا، برديصان، غورية، عبشلامة الذين أصبحوا يسمون بعد الانشقاق أفرام، برابولو، برديصان، غورية، عبشلامة وأكد المطران السرياني الغربي أقليمس يوسف داود الموسلي أن اللهجة السريانية الشرقية هي الأقدم والأفصح لأن لهجة أهل معلولة الآرامية تشبه اللهجة السريانية الشرقية وبالنسبة للهجة معلولة فكانت تعرف بالآرامية الفلسطينية التي كانت محكية في جنوب وغرب سوريا التي تحدث بها المسيح والتي كانت لهجة محكية فقط ولم يتم استخدامها للتدوين لكن كان لهذه اللهجة تأثير كبير في تكوين اللهجات العربية في سوريا ولبنان وفلسطين أما السريان الغربيين مثل المؤرخ ابن العبري أو بار عبرو الذي وصف اللهجة السريانية الشرقية بالكلدانية السمجة أو القبيحة وقال أنها اللهجة سكان جبال آثور وسواد العراق ووصف اللهجة السريانية الغربية بأنها الأفصح مع العلم بأن علماء الكنيسة الشرقية لم يسموا اللهجة السريانية الشرقية بالكلدانية بل سميت بالآرامية والسورية واللغة الكتابية واللغة القديمة أما تسمية اللغة الآرامية في بلاد الرافدين بالكلدانية هو بسبب ما ذكر في صفر دانيال عن أن الكلدانيين تحدثوا مع الملك نبوخذ نصر بالآرامية أي أن هذه التسمية استخدمها السريان الغربيون للانتقاص من اللهجة السريانية الشرقية وقام المباشرون الكاثوليك أيضا بتسميتها باللغة الكلدانية لنسبها لكنيسة بابل للكلدان الكاثوليك عندما حاولوا أحياء اللغة الآرامية في نهاية القرن التاسع عشر مع العلم أن اللغة الآرامية أو السريانية الشرقية التي سميت خطأا بالكلدانية هي لغة أجنبية بالنسبة للآشوريين ولا يتحدثونها أو يفهمونها ودخلت إلى بلاد آشور مع دخول المسيحية والكنيسة السورية فهم يتحدثون السورة لغتهم الأم ومن الملاحظ أن اللهجة السريانية الشرقية تأثرت بلغة الآشوريين السورة خاصة من ناحية لفظ الأحرف مثل قلب حرف الحاء إلى خاء والعين إلى ألف والفاء إلى باء والثاء إلى تاء والذال إلى دال لعدم موجود هذه الأحرف في اللغة الأكادية التي كانت متأثرة باللغة السومرية أما السريانية الغربية فيظهر عليها تأثرها باللغة اليونانية تحديدا الحركات اليونانية الخمسة التي هي عبارة عن أحرف صغيرة توضع أعلى الحرف وهي الألف للفتح والهاء للكسر والواو للضم والحاء للكسر المشبع والعين للضم الممال وبالنسبة لإسم السرياني أو السوري أو السوريايا فكان يحمل معنايين الأول هو السوري أي القاتم في سوريا والمعنى الثاني هو المسيحي بالنسبة لغير السوريين مثل الآشوريين والفرس والهنود وبقية مسيحي آسيا المنتمين للكنيسة الأنطاقية السورية الرسولية الجامعة وأسم اللغة السريانية أو لشانة سوريايا فيعني اللغة السورية أما الآشوري فيسمي نفسه سورايا وهي تبسيط من تسمة آثورايا الفارسية التي تعني الآشوري لعدم وجود حرف الثاء في اللغة الآشورية وتسمى اللغة الآشورية سوريت التي هي تبسيط من آثوريت شكرا لكم على المشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في قناة تاريخ بلاد آشور لمتابعة كل جديد شكرا لكم